وبما أننا بنتكلم على عشان عايزين نلعب كورة وحتى عايزين الإعلام الرياضي يكون بيتحلى بفكرة الإعلام الرياضي بتطال أشخاصنا وأشخاص مقدمين في قناة النادي الأهلي اتحمات من الأطراف المنافسة ومن القنوات المنافسة الخاصة عايزين نقول حاجة احنا هنا مش هنستعرض أو في مجال ان احنا نقول انت قلت علي ايه أو انا رد لأن الرد سهل وإحنا يا أحمد لما عملنا ماتيريال كان بيتجاوز الساعة ونصف فيديوهات بيوضح اللي كان بيتكلم في فكرة مقدم برنامج بيتكلم عن نائب رئيس الزمالك اللي هو مستبعد حاليا بنتكلم في فكرة كان قد ايه بيتكلم ان ما ينفعش نتجاوز في حقه وما ينفعش نقول تزوير وما ينفعش نتهمه بالتهمات وأحد الصحفيين اللي موجودين برضو في البرنامج كان بيتكلم على نجاح نجل رئيس الزمالك في الانتخابات لما لم يوفق يعني فكرة عدم نجاحه وكان بيقول ان ده سقوط لفكرة التوريس وان الجامعية العمومية انتصرت وكان بيطالب رئيس النادي بالاستقالة وقتها حاجات كتير من القبيل ده احنا مش هنستعرضها ولكن يا أحمد بنتكلم ان احنا مش هننجرف لده ولكن انت عايزين اللي بيتكلم بيبقى زمالكاوي أستاذ إبراهيم الميليسي تم وصفه انه زمالكاوي باش مهندس عدل القيعي بيتم اللجوم عليه احنا بنتعرض للهجوم هل قناة النادي الاهلي مطالبة ان هي تعرض اهداف تخص النادي الاهلي وخلاص او مباريات قديمة والاهلام الخاص بالمنافس يفعل ما يحلو له اعتقد ان مش ده اللي احنا عايزينه احنا بنؤيد فكرة امتلاك زمالك لقناة طالما هتكون بتتحلى بالضوابط واحنا بنتناول الرأي والرأي الاخر وعمرنا بنتعرض لاشخاص ولكن يا أحمد الموضوع بقى فيه محاولة للإرهاب الفكري دايما ان انت ما تتكلمش او انك تنجرف لمكان انت مش حابب توصل ليه بالضراء والمشاهد كمان لحق علينا مشاهد قناة النادي الاهلي احنا ممكن زي ما فارس قال جبنا متريل يكفي ساعة ونص أو ساعتين لو احنا هنرد بنفس الاسلوب لكن الحقيقة انا شايف ان الرد عن اشخاصنا مش هيفيد النادي الاهلي في شيء لان اعتقد جميع النادي الاهلي اعرف كويس مين الناس اللي بيديري النادي الاهلي ومين الناس اللي شغالة في قناة النادي الاهلي أعتقد من حق المشاهد أن كل دقيقة في البرنامج تكون دفاعا عن النادي الأهلي مش عن أشخاصنا لكن الحقيقة ورسالة حابين نوصلها لمن تطاول ومن كمان يعني اكتزق ومن حرف الكلام ومن فهم الكلام بطريقة مختلفة خالص عن اللي احنا كنا استعرضناه حابين نقوله لو لعبنا بنفس طريقتك احنا لا هنكتزق ولا نحرف كلام ولا هنجيب كلام من نص ونوجهه لحيطة تانية خالص لا احنا عندنا متى الهاتف كبير جدا احنا ممكن نورب حضرتك حاجة بسيطة منه ونقفل الموضا ده نطلع فيديو ونرجع تاني نعقب توقف بسيطة عن الموضا ده معنا ايهاب الفولي الناقد الرياضي وعضو طبعا رابطة النقاد الرياضيين نائب رئيس رابطة النقاد الرياضيين ايهاب الفولي سيزاك يا سيد ايهاب اهلا بيك هالد انا بس بحب يعني استهد لوجودي معها في برنامجة ده اه وبحي الجريء الزميل محمد الشرقاوي على رده اليوم على مرتضى منصور رده الكلمة بالكلمة وهو ده احنا اللي احنا طالدنا به كل النقاد الرياضيين اعضوها رابطة النقاد ان لازم الرد يبقى من نفس جنس العمل ما ينفعش النهاردة تطلع تشتيني تقول لي ام احنا طبعا ما كملناش الفيديو ده لان قناة النادي الاهلي ومشاهد قناة النادي الاهلي يستحق مننا احترام واحترام متبادل فبالتالي الفيديو ده احنا مش نجد نكلمه لكن نكمله لكن رسالة الاستاذ اهاب حضرتك عندك الجرأة تكمل الفيديو ده وتسمع انت قلت ايه في الواقع الشهيرة اللي حصلت بين احد رؤساء الاندية وبين زميل صحف ليك بتدعم موقفه الاجابة عند حضرتك وده جزء بسيط جدا لو احنا استغرقنا بقى في فكرة العرض وكلام ده كله فعلا وقت الحلقة مش هيكفي فنطلع فاصل وننهي الموضوع ده ونبدأ نتكلم في قضايا تخص النادي الاهلي مش قضايا تخص اشخاص وجهنا رسالة ونتمنى تكون الرسالة وصلت فاصل ونرجعتين